اعزائي وحبيب وطلاب وطالبات سنة تلتة عدادي اولا بشكركم جدا جدا على تعليقاتكم الجميلة اللي بتوصل على كل فيديو النهاردة مكملين مع بعض وسائل العلامة بين الحاضر والماضي النهاردة شرح الدرسين الخامس والسادس ثم حل تدريبات عليهم وبعد كده حل امتحان الوحدة حداشر في اول تعليقات في فيديو هتلاقي رابط هتضغط عليه ايوصلك لقيمة تشغيل فيها كل ما سبق طبعا منتظرين كلنا قيمة الاسماء الجميلة اللي متابعة على قناة دروس بلاش معنا النهاردة اكتر من اسم والاسماء بتزيد يوم عن يوم عندنا رقم واحد عبد الرحمن ايمن رقم اتنين مصطفى محي من الجيزة رقم تلاتة جوزيف نشأة من القاهرة رقم اربعة ريم مكرم من دميات الجديدة رقم خمسة كريم ياسر من الجيزة رقم ستة هايدي سعيد من القاهرة رقم سبعة ادهم حسام من الدقاهلية رقم تمانية ادم مهدي من المحل الكبرى رقم تسع عبد الرحمن محمد رجب رقم عشرة محمود رفاعي عبدالله من الشرقية رقم حداشر منار محمد رقم اتناشر نور محمد رقم تلاتاشر محمود محمد غنيم من السويس رقم اربعتاشر علي محمد نبيل رقم خمستاشر عبد الرحمن ماهر من الشرقية رقم ستاشر ندا محمد ان شاء الله تبقي دكتورة يا ندا رقم سبعتاشر دنيا محمد تهامي من محافظة انا رقم تمنتاشر حسام الدين محمد رقم تسعتاشر ملك سيد رقم عشرين كامل ابراهيم رقم واحد وعشرين آية محمد من اسيوت رقم اتنين وعشرين جنة علاء رقم تلاتة وعشرين ادم ادهم معروف رقم اربعة وعشرين يوسف سليم من محافظة الاسماعيلية رقم خمسة وعشرين عبد الرحمن سليم من محافظة الاسماعيلية رقم ستة وعشرين سارة ابراهيم عبد الشافي من المينيا واخيرا محمد عصام من القليوبية نبدأ مع بعض يا مصر واجدي معليش تولنا عليكم شوية بس انتوا طلبتوا كده وانا بحب كده طبعا الكتير منكم بيتشجع لسماع اسمه تشجيع احنا بنعمل كده في المدرسة احيانا بندهم هداية عينية كده من الكنتين كده بجيبلوه من حاجات من الكنتين لسن 5 and 6 كيف وكابيولوري طبعا انا بقرالك الكلمة مرة واثنين ونشوف الدنيا فيها ايه فيستفال فيستفال تين ايجر تين ايجر اپارانتلي على ما يبدو او بكل وضوح سبورت ستار سبورت ستار سبورت سنتر سبورت سنتر نيتشور ريزورف نيتشور ريزورف نيتشور ريزورف ميتنج ميتنج سكيلز 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 كلايمر كلايمر خلي بالك عندنا هلل بي سايلنت بيفربوك دي سايلنت نقول كلايمر باث باث خلي بالك من التي اتش كده نطقها باث بعد كده عندي ليسن 5 طبعا اللي انتبعنا من كتاب المعاصر زي ما احنا عارفين بيج 288 ترديشنال ترديشنال سن سن خلي بالك سن دي نطقة زي سن يعني شمس س يو ان فولنتيرز فولنتيرز سبورتز تيم سبورتز تيم تك تك ريسنتلي ريسنتلي فريز فريز ريسپونس 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 يعني زي يرد كده يعني يرد او اجيب او يرد بروبلي 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 بولوشن بولوشن كايرو تاور كايرو تاور ناشنال نيوز ناشنال نيوز بعد كده عندي ليسن 6 سبالنج مستيكس سبالنج مستيكس اوارز طبعا هنا عندنا الـ H سايلانت فاكتس فاكتس نورمالي نورمالي اضافة الـ Y للصفتك علىها ظرفا لسنينج لسنينج رايتينج رايتينج فاينالي فاينالي فاينال وبعد نتحط الـ Y دي يعتبر صافيكس اكت اكت جولاري جولاري بوسيبل بوسيبل هابن هابن ريبلاي ريبلايد الماضي تي في نيوز تي في نيوز راوند راوند يعني دائر الشكل سوركل يعني دائرة هول هول وارك وارك نيجي بعد كده لجزئية مهمة في جزء مهم جدا اللي هي عندي نفس الكلام ده يعني عندي رين رين كوست 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 فيلم خلا باك هنا فيلم يعني يصور فيلم يعني كده كده ستاديم ستاديم سامارايز سامارايز أو ساماب يعني يلخص آد آد نيجي بعد كده تصريف الأفعال غير منتظمة دي مش مستهلة إحنا بنقولها مرة واحدة نو نيو أو نو خلي باك الأمريكان يقولك نو نون ميت مت مت سبيك سبوك سبوك سبوكن ثينك ثوت ثوت جت غات غات أو غاتن فول فل فول بريك بروك بروكن ست سات سات نيجي بعد كده جزئية الكلوكيشنز الكلوكيشنز دي طبعا برضو عندنا هنا حاجات بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت مهمة عندي دو 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 ان انترويو يجري حوارا حط نقطتين هنا وبعدين نشكل حوارا باللغة العربية get a job or get lost get a job يعانسل على وظيفة وget lost يعني يضل الطريق يتوه give give warning يعني يحذر have have a meeting يعني يعقد اجتماع اه واجتماع ما فيش همزة تحت الالف وبعد كده have a picnic يعني يذهب في نزهة اماميك make a question يعني يكون سؤال يكتب سؤالا study these definitions هذي تعرفت بقى apparently apparently لي على ما يبدو بوضوح according to what you have heard is true يعني تبقى اللي اللي اسمعتو ده يعني بيبقى ايه حقيقي او صحيح festival ده بيبقى مهرجان a day or time for people to celebrate something يعني بيبقى يوم او وقت كده الناس بتحتفل بيه بشيء ما meeting اللي هو اجتماع a situation when groups of people meet to discuss something يعني في موقف كده اللي حيث المجموعة من الناس يلتقون لمناقشة شيء ما according to يعني طبقا لا as said by someone الحاجة التي قالت يعني بشخص ما يعني or as shown by something warning يعني تحذير او انذار something that tells you about something dangerous or bad that might happen يعني شيء ما يعني بيقولك ان حاجة بتبقى خطر كده ايه او سيئة سوف او ربما تحدث نكمل مع بعض هذه جزئية المهمة جدا مع important expressions and prepositions حروف وتعبيرات وحروف جر ايه حروف جر هامة اي حاجة تقابلك فيها حرف جر كده اهو امسك الالم كده الرصاص او الالم الجاف او اي الم عندك وحط دايرة زي منها اقولك كده according to يعني طبقا لا in the kairotower يعني في برج القهرة put on the news يعني يضعف الاخبار هتيجي بعد شوية سؤال on the internet يعني على شبكة الانترنت talk on the phone يتحدث في الهاتف that's a good news sorry that's good news هذه اخبار جيدة يعتبر the expression that's bad news عكسها هذه اخبار سيئة good idea فكرة جيدة make space easy to understand يجعل شيء معين سهل الفهم يعني spend a long time on يعني يقضي وقتا طويلا على ask for help يعني ايه يطلب المساعدة عندي in tv news يعني في الاخبار التلفزيونية good at يعني جيد فيه ونحط نقطتين good at يجي بعدها خلي بالك لما اقولك you are good at english انت كويس في اللغة الانجليزية you are good at spelling spelling words or swimming لو يبقى جيرند يعني بعد كده عندي at the sports center في المركز الرياضي ونحط نقطتين on the website على موقع الانترنت for a while يعني لمدة قصيرة خلي باكم معظم حرف جر by mistake يعني عن طريق الخطأ food festival يعني مهرجان الطعام respond to يعني يرد على go out with يعني يخرج مع go with يتماشى يتماشى مع go on يعني يستمر او يظل have a hat on يعني يرتدي قبعة بعد كده نكمل هذي الجزئية في جزئية عندي هنا working day يعني يوم عمل working day يعني يوم عمل وممكن working hours لساعات العمل لما تشوفها في مكاتب الالتصالات او اي مكاتب كده بيبقى working hours يعني ساعات ساعات العمل at first يعني في البداية report on يجري تقريرا عن work for يعني يعمل لدى شركة او مدرسة مسلا serve food يعني يقدم طعام come out of يعني يخرج من wait on the road يعني ينتظر على الطريق بعد كده climb be silent mountain يتسلق جبلا take the wrong path يتخذ الممر الخاطئ نبدأ مع بعض نحل تدريبات exercise on vocabulary choose the correct answer from a b c or d key vocabulary number one every year كل سنة a or n space is held to celebrate the spring in march يعني كل سنة ايه اللي حاجة اللي بتعقد للاحتفال بالربيع في مارس interview meeting festival film طبعا هنا ايه فيستبال على اعتبر الكلمات خلي بالك سهلة لو حس الكلمات سهلة جدا مش هترجمها محمد صلاح is a sports space he is very famous طبعا center star cast or skill cast الوطاق تمثيل مثلا يبقى نهول star بعد كده number three the mountain space reached the top after seven hours المونتين ايه drivers holders editors climbers طبعا هنا the mountain climbers اللي هو متسلق او متسلقي الجبل reached the top وصل القمة بعد سبع ساعات number four my teacher works hard to improve our space in English يعني المدرس بتاعنا بيعمل بجد جدا اللي هو يحسن اكيد اللغة بتاعتنا بقى او المهارات time skills facts power طبعا هنا ايه skills skills يعني مهارات طبعا معروف ان المهارات اللغة الاربعة عندي reading writing speaking listening طبعا هم اربع مهارات اللغة number five the space will serve traditional food يعني هو عايز يقول لك ايه ده الحاجة دي او المكان ده اللي بيقدم اكل تقليدي كده يعني tower meeting restaurant play ground طبعا هنا ايه restaurant number six that space will protect mini fish birds and sea animals ايه هو اللي سوف يحمي كثير من الاسماك وطيور وطيور والحيوانات البحرية طبعا aquarium عندي museum reserve or circus طبعا ايه اللي هو المحمية الطبعي number seven there is a lot of space on the beach that's bad news هناك كثير من ايه على الشاطئ ده حاجة مش كويسة sand shells pollution or lives or lives طبعا على حسب معناها في كل الحالات احنا مش نختارها shells يعني ايه ضعف او المحار يعني eight my uncle has a space and two daughters i love my three cousins يعني اه عمي عنده ايه بقى وبنتين يعني انا بحبهم التلاتة دول mother nephew son cousin طبعا هنا لازم تكون ايه son son يعني ايه son يعني ابن يعني عنده ابن وبنتين التلاتة دول i love them so much i love my three cousins number nine that charity asks الجماعة الخارية دي بتطلب ايه for space to help collect food for the poor اللي جمع الطعام من اجل الفقراء volunteers اه organizers climbers or stars طبعا هنا volunteers يعني متطوعين بتطلب ايه عايزة متطوعين يعني يشتغلوا علشان يمساعدوا انهم في مساعدة الطعام للفقراء number ten we sent an email to the governor and we are waiting for his احنا بعثنا email للمحافظ واحنا منتظر رد fact response job or field طبعا ريبلاي طبعا ريبلاي مشي تبقى موجودة number eleven mom always asks me to space the end of the stories she doesn't tell it to me خلي بالك ماما بتطلب مني ان انا ايه عايزة تقولها خمن نهاية القصص هي ما بتقوليش النهاية دي بتقوليش الحاجة دي reply work guess or meet طبعا هنا ايه guess guess يعني ايه يخمن نكمل هذي جزئية twelve the editors المحررين يعني decide the best article to space on the news يعني بيقرروا في الافضل المقالات اللي هي توضع في ايه في الاخبار يعني hang make put or find طبعا هنا ايه put خلي بالك ارهنا في الجزئية اللي فاتت لازم تسمع الفيديوهات اللي فيها شرح وبعدين حل فهمني انت طبعا number thirteen turtles سلاح space of water to lay eggs on land يعني سلاح خرجت من المية لتضع بيضها طبعا go to come out wait on put on طبعا هنا ايه come out number fourteen short simple sentences space the story easy to understand يعني القمل البسيطة القصيرة بتجعل القصة سهلة الفهم طبعا عندنا هنا ايه make definition زباق اللي هو التعريفات عندي number fifteen space means according to what you have heard is true طبعا نحن لسه قولناهم لسه تعريفات دي unexpectedly or about apparently or really طبعا هنا ايه apparently apparently يعني ايه من الوضح يعني number six the space is a day or time for people to celebrate something برضو قلنا التعريف دا اللي هو قلنا اللي هو festival يعني مهرجان number seventeen a space is a situation when groups of people meet or to discuss something يعني موقف معين يعني مجموعة من الناس يجتمعوا لمناقشة شئن ما festival meeting show or exhibition طبعا هنا ايه يعني اجتماع نكمل هذه خلي بالك تعرفت دي احنا لسه هنا بس احنا بشو عليك تاني برضو حاجة كده يعني بتخبرك يعني حاجة خطيرة او سيئة سوف او ربما تحدث طبعا هنا warning اللي هو تحذير او انذار بعد كده guessing اللي هو تخمين المعنى number 19 at first في البداية it was exciting to be on tv but it's space for me now يعني اول مرة كده يعني it was exciting يعني حاجة مثيرة كده ان انا اظهر في التلفزيون but it is space for me now يعني طبعا هنا normal normal انا طبيعي انا لما سجلت في التلفزيون مرة مرتين في قناة خاصة ومر على قناة اللي هي نايل نيوز في التلفزيون كانت اول مرة يعني مجدود شوية بعد كده المرتين التانيين يعني كانت دنيا كويسة number 20 there are no sides in the shape يعني مفيش اللي هو مفيش اضلع في الشكل ده it's space triangle خلي بالك انا عايز صفة it's round حاجة ايه دائري number 21 i'm not sure they are not they are at home that is انا مش متأكد ان هما في البيت that's final possible fact or news طبعا possible يعني ايه possible يعني ممكن نيج بعد كده vocabulary study عندي synonyms and antonyms طبعا معروفة ان synonyms يولى المرادفات والعكس او opposite طبعا الكلمة الاولى والتانية كده بيبقى الكلمة المرادف بتاعها وبعد كده العكس normal الوعادي او طبيعي اه بعد كده زي usual عكسها abnormal خلي بالك abnormal طبعا في ناس للأسف بيقولوا abnormal abnormal يعني حاجات كده غريبة الواحد بيسمعها صراحة ولا هي u ولا p اصلا هي a b abnormal or unusual يعني غير طبيعي او غير عادي اه بعد كده exciting شيق او مثير بتبقى بمعنى interesting وعكسها a boring نكمل هذي جزئية عندي famous او or known or will known يعني مشهور infamous or unknown عادي او غير ايه مشهور عندي true بمعنى right or correct and or correct يعني false or wrong طبعا خاطر القناة السورية اللي بكنتش مساجل فيها nine life نايل او ملف تيكر انا ونسيت مجال في ازاي قناة nine life في برنامج نهارك سعيد طبعا هو موجود على القناة اللي عايز يسمع اللقاء كنت عملته بخصوص التعليم الالكتروني يعني عندي difficult صعب بمعنى hard easy يعني مختلف مشابه او معتاد خلي باك لو اقول لك اخوك في سنة ربعة بتدقيق بياخد الكلمة دي جامد جدا برضو نفس الكلمة نيجي بعد كده اللي هو البديئات اللي هو الناهيات حرف او اتنين او اكثر بيكون في بداية الكلمة بيكون حرف او اتنين او اكثر بيكون في نهاية الكلمة وبيكون لها function معينة وظيفة معينة وبعد كده بيدي لك مثال لها طبعا مثال واحد او اتنين مش اكتر طبعا فيه كتير الun عندك ما تقولش انا بص انت بتقول لها حروف un ده يعتبر prefix بتجيب العكس المعنى زي able unable happy unhappy وهكذا الab خلي بالك تعطي عكس المعنى برضو abnormal normal و abnormal طبعا دي برضو prefix اما الفقس الing وبناخدها كل مرة يحول من فعله الى اسم اا كويس ان اسم محطوش تحتها همزة كان قبل كدا بحطوه تحتها همزة اا طبعا زي warning 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 meet meeting يعني يحذر تحذير يجتمع ايه اجتماع نكمل هذي جزئية طبعا ال er عندي suffقس يحول من الفعله الى اسم زي climb climber will be silent ال-I-O-N يحول من فعلي الاسم زي ال-L-Y طبعا بتكون الظرف من الصفة زي نحل مع بعض طبعا السننم اللي هو المراد في كلمة true اللي هي حقيقي طبعا المراد بتاعها ايه بعدش انا حلمك على طول خلاص على اعتبار الكلمات دي سهلة بقى وانت يعني ايه عشان بس الفيديو ما يبقاش كده قد ستين دقيقة النهاردة المرة اللي فاتت كان الفيديو اتنين وخمسين دقيقة قبل ده عشان لو واحد ما شافوش كده ياريت يرجع لي عشان فيه شرح تفصيلي اللي متحان كان بجد صعب خلى بالك انا اتفنى في الفيديو اللي فاته بنعمل بنعمل علامة صح ولو كلمة نعمل عليها اكس يعني بس مش قملة غلط لأ يعني اكس يعني تارف ندي انتنوب عكس كلمة هارد طبعا ايه كلمة ايه نمبر ثري طبعا ما بحب الشعراء المشروضة رائع عيعي ايه الانتنوب يعني اكس ايه 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 اه ايه ااتس ساعدة في تنمية القرية ذا السنينيğim اللي ومرادة في عكس سوري اكس ايه بس مرادة في كلمة طبعا هي رائعة وجميل يعني اللي ايه اوسم. اني كمل مع بعضها هذي جزئية كل الشرون دي كلها مختلفة. اي الوحدة اللي بتاعتك عكس كلمة طبعا عكس اللي هي طبعا هي عكسها يعني متشف. يا مش فنانة مشهورة. عكس كلمة طبعا عكسها ايه يعني بنجيب نحط صفكس ايه علشان نجيب الاسم من ميت طبعا انتوا انتوا بقى اي ان جي. بعد كده عندي نمبر ايت. النهية ايه can be used to get the noun from the verb بلوت. طبعا بلوت عشان نخليها اسم هتبقى ايه بلوشن. نمبر ناين. we add the suffix. النهية انضيف ايه نهية ايه to get the noun from the verb climb. طبعا climb عشان نخليها اسم تبقى climber اللي هو متسلق تجيبها المسلا. نمبر نمبر تان. we use the suffix to get the noun from the verb warn. طبعا الصفكس نحط لها ايه عشان نجيب الاسم يعني طبعا اين جي او الواي او ار او اي او ان طبعا ايه والاين جي عشان تبقى ايه عشان تبقى warning. نمبر 11. to give the opposite of the adjective normal we add the prefix ايه. احنا عشان نجيب اللي هو تعطي العكس الـ normal طبعا عكسها ايه? abnormal طبعا U P A B D I A لو ما كنت شرحتها بقى دي ناس كتير جدا تختار الاولى. U P هي ولا U ولا P اصلا. هي A B for book. A B A B عشان تقول لها abnormal. جينا بقى الحاجات الجميلة بقى اعشقان الحاجات دي احنا خلي بالك احنا عادين شوية مع بعض النهاردة جاهز النسكفي يعني وارجع علي بقى. ويارد تعمل لي واحد نسكفي معك. يعني اه اف بوسبل يعني. عندي finish the following dialogue. نحل على طول علشان انت كده مجهز نفسك وانت برضو اعتقد انك ممكن تكون ايه? اه حالي لو تشوف انت تشكيك اوانسرز. اه فنش the following dialogue. عندنا اشرف is finding his friend مصطفى to congratulate him on passing his final exams. يعني اشرف بيتصل بصديقه مصطفى بيهني على نجاحه في امتحاناته الاخيرة. فاشرف بيقول له مصطفى هالو مصطفى زيك حبيب قلبي يا مصطفى هار يو? يعني ما دي سهلة دي بقى. لما يقول له هار يو? هيقول له fine thanks or I am fine thank you. اشرف هيسأل سؤال اللي هو مش عارف ايه هو? بس مصطفى بيقول له yes I have passed my final exams. خلي بالك الed في past يبقى تساوند خلي بالك تساوند ده صورة من صور نطق الed. كلمة past اللي انا بقروها دي. الى p-a-s-s-e-d نفس نطق past p-a-p-a-s-a-s-t. المهم بيقول له yes I have passed my final exams. اكيد هو سأله يعني انت have you passed your exams? عشان اللي يسؤل نوه خلي بالك. طبعا اشرب بعد كده هيتكلم لما هو مصطفى بيقول له yes I have passed all my final exams. اقول له اكيد مبروك يعني الراجل نجح يعني. فيقول له congratulations خلي بالك وما تنساش ال-s وحياتك. what about your marks? طب درجاتك اخبارها ايه? فمصطفى بيقول له I got full marks. جبته الدرجات نائية. I couldn't believe myself. مش مصدق نفسي والفرحة واغداء بقى ومش عايزة اقول لك عملية في نفسه. اشرب بيقوله well done bro عليك. اه خلي باك well done ممكن تتكتب معك بدل congratulations برضو يعني. يعني congratulations all well done. بعد كده هيسأله سؤال. فبيقول له the results are on the school website. النتائج نازل على موقع المدرسة فاكده يقول له فين النتائج مخصوضة فين? or where are the results? بعد كده can you send me the school website? طب انت ممكن تبعتلي موقع المدرسة. يعني كل ده مش عارف موقع المدرسة يا راجل عيب. لك yes I can. وممكن تقول yes I will send it to you or yes of course. عندك التلاتة دول لو عندك حل رابع ايه ابعته لنا. number two read and complete the thickest with words from the following list. عندنا هنا interesting climbing be interested mountains was. طبعا ست كلمات بنختار منهم اربعة. اتنين منهم بيبقى فيهم grammar. اتنين grammar اللي هو عند was وعند be. وتلاتة كلمات. طبعا بتختار واحدة من الجرامر. وبعد كده تختار تلاتة من الكلمات عشان يبقى التوتالي اربعة. نحل مع بعض. بعض الناس بيقدونا يعني يقومونا باداء رياضات خطيرة وغريبة. for example على سبيل المثال my friend is interested in. خلي بالك interested in. يعني مغرم ب. or keen on or fond of. يعني مغرم ب. climbing mountains. تسلق الجبال. he dreams of. يحلم ب. خلي بالك he dreams of. وتحط ing. خلي بالك. he dreams of climbing. يحلم بتسلق mount افريست. قيمة افريست. and the future. في المستقبل. to be like عمر سامرا. who did it in may 2013. علشان يكون مثل عمر سامرا. الذي قام بفعل هذا الشيء سنة في مايو الفين وطلاتة عشر. خلي بالك. الحاجات اللي انت اخدتها. طبعا احنا اه ما اخدناش واص خدنا به. وما اخدناش هنا. خلي بالك هنا الاختيارات عشان انتريستد ان. الشخص انتريستد ان. الحاجة دي لكن انا هيبقى انتريستد. number three. choose the correct answer from a b c or d. number one. we add the suffix space to get the adverb of the adjective apparent. طبعا عشان بتاع نضيف الصفكس ايه? علشان نيجيب ال adverb. خلي بالك. من الاخر كده اضافة ال y للصفة اجعلها زرفة نحطها حلاف ودناك. يبقى we add the suffix a l l y. بعد كده عندنا number two. space means as said by someone or as shown by something. طبعا احنا قلناها برضو في التعريفات دي. different of different two or according to depend on proud of. طبعا هنا بمعنى ايه? طبقا ليه? طبقا ليه? يعني according a according to. بعد كده number three. uh we add the uh prefix space to get the opposite from the adjective able. able عكسها ايه? unable. يبقى هنا تضيف ال un. number four. the test was really difficult. خلي باك قلناها the synonym of the word difficult. طبعا ايه? hard. خلي باك هنا ايه hard. طبعا مفعش easy right or possible. بعد كده عندي uh number five. the antonym of the word wonderful. عكس كلمة wonderful. خلي باك wonderful رائع. similar same bad wrong. طبعا هنا ايه bad. number six. she didn't intend to break it. يعني ما كانش اصداها ان تكسر الحاجة دي. she did it by space mistake path nature or festival. طبعا هنا عن طريق الخطأ. نيجي complete السؤال الرابع complete the sentences with the correct form of the word or words in practice. خلي بالك لو بتسمعني لو سمعت الفيديو ده. ادي كده تسمعه هو. لو ما كنتش سمعت الفيديو اللي فات يا ريكت تسمعه. لان كان فيه شرح تفصيلي فيه جزئية ايه? اللي هو report speech. علشان دي احلها على طول. علشان ما تقولش ان انا بحل بسرعة. لا. ده كان فيه شرح تفصيل فيديو لمدة تلاتة او اتنين وخمسين دقيقة. هنا number one. the doctor told me that I have to have to take that medicine. خلي بالك دي جملة اصلا. كلهم report speech على فكرة. كلهم reported اصلا. طبعا that I. طبعا هافتو. نرفع زمن درجة او نرأي درجة هتبقى ايه? هاتو. number two. my mother told me. خلي اما قالت لي ايه? I will go shopping for an hour. خلي باقي دي سوري دي مش report speech دي مش محولة يعني. يبقى my mother اه هنا يبقى ما ينفعش told me. يبقى said to me. said. اه my mother said. وبعدين بنقصين كده افتح قص. I will go shopping for an hour. بعد كده على says to Nadine that she wants to buy a nice bag. يعني بتقولها تخبرها خلي بالك. طبعا عندنا هنا says to. ما ينفعش حاجة اسمها says to. يبقى هنا تحول الى تلز. خلي بالك تلز ليه? لان الجملة اصلا غير مرفوعة الزمن اللي هي she wants. فبالتالي ما ينفعش تقول told. لازم تقول تلز. نمبر فور. اشرف told his grand that he grand that he is staying up late uh late at work uh that night. خلي بالك that night اصلا دي محولة كانت tonight. tonight حولان that night. وطبعا ده مدارع مستمر لازم نرأي درجة او نرفعه درجة ليبقى مواضي مستمر. مدارع مستمر يبقى مواضي مستمر. مدارع بسيط مواضي بسيط. طبعا هنا was staying up late. بقى نمبر فايف ماروة says that. خلي بقى الكنمة دي اسمها says. مش says. يعني انا معرفش برضو بسمح حاجات غريبة في البلد دي. يعني دي نطقة says. ماروة says that she space. اه طبعا went to the club every Friday. خلي بالك دي says. طبعا ريبورت سبيتش برضو. ولكن خلي بالك هنا طالما says. وهنا دي مش مرفوعة الزمن. لان دي فعل مدارع. لا يحول لا يرفع الزمن يبقى ذات شي مدارع. هتقول لي go اقولك لا. لازم تقول الجوز علشان ايه شي. بعد كده السؤال الخمس. write 110 words on the following. طبعا review of the job of the journalist. بعد كده نيجي لتست on اه يونت 11. نحلو مع بعض. طبعا نبدأ بالديالوج. عندي finish the following. ايه ديالوج. عندي ادهم is asking his cousin jana about the job that she would like to do in the future. يعني ادهم بيسأل اه بنت عمه لابنت خلته دي. اه جانا عن الوظيفة اللي ممكن ايه هي would like to do يعني هتعملها او عايزها في المسابل. فادهم بيقول لها good evening. فجانا بترضي عليه good evening. فادهم بيتكلم جانا ازاك جانا ايه? we had a nice English lesson at school today. يعني خدنا حصة انجليزي كويسة النهاردة. في المدرسة. فجانا هتقول له ايه? خلي بالك هنا اه really? طبعا هتستغرب شوية مش هتستغرب او يعني really what was it about? طب الحاجة دي كانت عن ايه? فطبعا هنا ادهم بيقول it was about jobs. خلي بالك الاس في كلمة job j o b s نضي z sound jobs it was jobs it was about jobs. بعد كده ادهم يسأل السؤال. بس الايجابة بتاع جانبه I would like to be an English teacher. عايز اتبقى مدرسة English. اه يلا ايه ما انت. المهم بعد كده طبعا هو يسألها what job would you like to do or what job what do you like to be? اللي تنصح. what do you like to be or what do you like to do? ادهم بيقول له I'd like آآ سوري. آآ فجانا بتقول له I would like to be an English teacher. طبعا انت بوي انت ظروفك ايه ادهم عايز تبقى ايه? what about you? ادهم بيرد بيقول له I'd like to be a doctor. عايز ايه بقى طبيب. why would you like to be an English teacher يا جانا? انت عايز تبقى مدرسة English ليه? لا طبعا في كتير بقى مش عايز اقول لك آآ تدي برايفت لسنز باوت ضبط الدنيا. المهم لكن هي ممكن ايه آآ ممكن آآ جانا تقول because I like English or to help students. طبعا في اكتر من حلي يعني برضو انا عارف آآ يعني آآ رضا جدالة حبيب قلبي وآآ مريم عادل وآآ وفي ناس كتير جدا آآ وعبد الرحمن ايمن ومصطفى موحي وجوزيف نا. يعني فيه كتير قوي بيدوني دايما بدائل للاجابات دي. جانا آآ خلاص دي because I like English why would you like to be a doctor? طبعا هو ده يعني دي سهلة دي. ادهم هيقول مثلا to help sick people لمساعدة المرضى. بعد كده جانا بقول excellent يعني ممتاز. helping people is something great. يعني حاجة ايه حاجة عظيمة. reading comprehension نيجي للسؤال التان. read and complete the text with words from the following list. عندك teach free get click do teaches. خلاص احنا اتفعنا بيبقى في ست كلمات هنختارها البعre. some people like doing voluntary work. بعض الناس بيحبوا او القيام بالعمل التطوعي. this work is for طبيعي. طالما voluntary working is for free مجانا. as they don't يعني لا يتلقوا اي مبالغ مالية. they don't get any money for it. it's really a great feeling to. نولة من له لشعور جميل. رائع. انك to do such work. تعمل ماذا هذا العمل. ويشود لازم يجيب بعدها مصدر خلي بالك. ويشود ايه? teach our children the importance of voluntary work. يعني يجب علينا ان نعلم اطفالنا. عشان اطفالنا دي مفعول بيه منصوب وبعد كده الناقضة مير في محل اللي يجب علينا. our teacher. يعني نعلم اطفالنا. the importance of voluntary work. اهمية العمل التطوعي. نبدأ مع بعض اه question number three. read the following text then answer the questions. your goal is something that you want to do. يعني هدفك هو الشيء اللي انت تريد ان تؤديه او تفعله. first اولا بداية. you should decide what that goal is. الاول تحددي هو الهدف. do you want to pass an exam? هل تريد ان تنجح في امتحان الماء? do you want to be a doctor? هل تريد ان تكون طبيبا? do you want to be wealthy? خلي بالك طالما حطلك بالبول دي كده. يبقى كده يسألك فيها سؤال. من الاخر كده. يعني ثري. طالما قلت ثري. ثري بالثاء. خلي بالك. يبقى طالما ثري يبقى غني. غني. فلوس بقى. اه. المهمة بعد كده اه نكمل هذه الجزئية. think about what you want and decide on your goal. خلي بالك كده. فكر يعني في الحاجة اللي انت عاوز اللي عاوز تعملها وقرر. you should write your goal on a piece of paper. يعني اه ممكن تكتب انت ايه? هدفك كده على ورقة كده كده صغيرة كده زي ما انا بكتب الاسماء بس الاسماء اللي كانت بتاع النهار ده سبعة وعشرين اسم. لا مش ورقة صغيرة دي ورقة فلوسكاب يعني. اه حطها على ورقة كده. put your goal on your wall and look at it every day. حط الحاجة دي الورقة دي على الحيطة وكل يوم تبص عليها. عايز سيبها دكتور مسلا كل شوية. I want to be a doctor. I would like to be a doctor. كده. كل يوم تقراها. then بعد كده اه هتعمل ايه بقى? decide what you have to do to achieve your goal. يعني انت قرر كده وتعمل ماذا ينبغي يفعله اللي تحقق هدفك. some people never reach their goal because they think it's impossible. بعض الناس ما بيحققوش يعني الهدف بتاعهم لانهم بيعتقدوا ان الحاجة دي مستحيلة. you should think positively. positively يعني بتفكر بايجابية. طبعا عكسان negatively. don't think that the exam is difficult. ما تفكر. متعود تتفكر انت حان صعب بقى. and I will probably fill it. وهصعد كده وتعود تبقى سلبي لا. instead you should think that the exam is difficult. but I have worked hard and I will pass it. يعني انت حان صعب ماشي بس انا زكرت وهنجح فيه ان شاء الله. people who think negatively. الناس اللي بيفكروا بطريقة سلبية. seldom. seldom يعني rarely. يعني نادرا. reach their goals. so be positive. يعني لذلك كن ايجابيا. we are most successful at things we enjoy. خلي بلك دي برضو عشان هتبقى سؤال. يعني الجزئية دي ممكن هتبقى سؤال. يعني اه معظم we are most successful at things. احنا بنكون نجاحين. فين? في الحاجات اللي هي نكون اه يعني بيبقى بنستمتع بيها يعني. يعني لما يعني يعني وانت بتعمل حاجة استمتع. زي ما انا كده باستمتع وعمل الفيديو. الفيديو اللي انت بتشوفه ده في 40 دقيقة ولا حاجة كده ممكن ااخد فيه 6-7 ساعات على فكرة يعني. المهم يعني انا باستمتع كده بالحاجة دي. استمتع بالشغل بتاعك. يعني بص على الملصقة دي اللي في الهدف المكتوب ده. يعني فكر اديها تكون مبسوط لما تكون حققت هذا الهدف. اهم. think about what happened is. فكر في مدى السعادة بقى. while you are وانت بتشتغل and you will enjoy your work. نحل مع بعض. choose the correct answer from A, B, C or D. the main idea of the passage is that. طبعا اقرب راحتك بقى هتلاقي ان هي a, B. if you want to be, if you want to achieve your goal you اللي هي ايه بي بعد كده عندنا يعني الناس اللي بيفكروا بيه سلبية نادرا ما بيحققوا اهدافهم عشان كده حاول الا تكون يعني طبعا هنا ايه خلي بالك لما تلاحظ هنا تلات اربع كلمات لما تلاقي تلات كلمات منهم مشابه بعض تعرف ان الاجابة هي ايه تلاتة غلط نمبر ثري طبعا عارفناها خلاص طبعا ايه يعني ايه يعني نيجي بعد كده الاسئلة طبعا في اسئلة كتير بتيجي بس انا بحاول اختارك كده الاجابة القصيرة اللي ايه تؤدي الغرض وفي نفس الوقت سليم يعني عشان لو هتقطر في الاجابات ماشي يا رضا انت ممكن تغلق مش ممكن تغلق انت حبيبي وانت شاطر انا عارف يعني بس ايه اه يعني بص هات الاجابة السليمة وخلاص عشان تغلق الدرجة بس يعني ازاي نحقق اهدفنا هما كلمتين هيتقالوا بالتفكير بايجابية بعد كنمبر 5. summarize the third paragraph of the passage using your own words يعني لخص الفقرة التالتة بكلمات من عندك ممكن تقول to achieve your goals you should think positively عشان هدفك روصول الهدفك you should think positively بعدك نمبر 6. which job do you think people will succeed in فاكر انت كلمة انجيل اللي think people will succeed in the jobs they like or enjoy بعدكد السؤال الرابع choose the correct answer from a b c or d number one to get the noun of the verb present present خلبك دي فعل دي عشان كده لما تتنطع فعل تبقى present لكن لو اسم تبقى present we add the suffix a-b-l-e-s-i-o-n-e-n or i-e-r طبعا تبقى ar عشان تبقى presenter number two a or n space the person who reaches research sorry and writes news articles الشخص اللي بيكتب يبحث ويكتب مقالات اخبارية engineer journalist operator or officer طبعا عندنا هنا ايه journalist number three to form the opposite of the adjective normal خلاص احنا عرفنا بقى abnormal number four the they knocked down the local house to rebuild it يعني حطموا او يعني هدوا البيت ده يعني to rebuild it يعني بنوء تاني the antonym of the law of the word local عكس طبعا ايه local هي ايه international number five the synonym of the of normal طبعا السننم اللي هو المرادف مرادف كلمة normal is abnormal usual or unusual or boring طبعا هنا ايه usual تخلي بلك الانتنم ما تقوعت لغبط بين السننم والانتنم number six all the groceries fell down from the bag كل الحاجات الخضر والحاجات اللي اشترينا دي وقعت من الشنطة اه there must be a space اكيد مخرومة بقى صورة يعني انت في ثخب يعني high hole hell hill طبعا هنا اهاي يعني مرتفع hole يعني الثقبة او فتحة عندي hill يعني الجحيم وهل دي يعني تل خلي بالك الشورت اي والشورت اي دي تتنطق هل ودي تنطق هل 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 هي لك رمضان كل سنة طيبين اه رمضان يوم السبت ايه اللي جاي. اه طبعا سؤال الخامس ده اه complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. طبعا انا برضو شرح على طول لاني شرحناها تفصيلا في الفيديو السابق. امي said me that she would come back late. طبعا ما فيش حاجة اسمها said me. يبقى لازم told. told هي يجي بعدها ضمير مفعول او اسم. لكن said 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 that يعني قصة تانية بقى شرحناها بالتفصيل في الفيديو اللي فات. نمبر تو. our teacher said this he had explained the lesson twice. طبعا ما فيش حاجة اسمها said this. said ايه that. هالا told مونا that she. خلي بالك هالا قالت لمونا ان هي will enjoy the sports club. طبعا عندي told وبعد كده مونا that she. وما فيش حاجة اسمها will join. يبقى لازم موت join الارتقاء بالزمن وتحويل will الى ويأتي بعدها فعل في المصدر. نمبر فور. عمر سبيس said to his father that he needed ten pounds. يعني قال لبابا انه عاوز عشر جنيه. فيش حاجة اسمها said to his father. يبقى هنا told his father. يعني قال لبابا. معيك نمبر فايف. المدرس الاول او المشروع المادة يعني زي انا كده في المدرسة يعني الحمدلله يعني told the students that they قال للطلبة زي ما دخلت لهم النهاردة في تانية عدادة ايش آآ الف وخليتهم يذكروا كويس جدا ونشجعهم على المذاكرة عشان يجيبوا درجات كويسة. مع لينا. ليجي متأخر. لا. يبقى لازم ترتقي بالزمن درجة. يبقى تحول الى بعد كده. طبعا ابيو جرافي اوف فاروق شوشة ده مجاب عنه في نهاية الكتاب. نلتقي بكم في فيديو جديد فيديو لاحق ان شاء الله. هنبدأ نشرح يونت توالف لسنز وان ان تو انتو ذا فيوتر نحو المستقبل. هيكون في شرح الدرسين وقواعد درسين ثم تدريبات عامة على الدرسين الاول والثاني الوحدة الثانية عشر والاخيرة. thank you for watching.